بحجم الخطر المدوي صداه في بغداد والتي اطلقته حالة الانذار المتصاعدة بفعل الهجمات الايرانية والتركية الى ان اقتربت من الحدود وتحولت الى انذار الهجمات البردية من الحرس الثوري بحجمه كان الصدا لتحذيرات الامنية مفتاحا للتحرك على مستوى قيادات الدولة في المركز والاقليم ورب ضارة نافعة اذ دفعت انتهاكات ايران الاخيرة للغة تقارب وتعاون امني موحد بين اربيل وبغداد سبقه تحريك المياه الراكدة في خلافات متراكمة يرى محللون ان التقارب بين السياسي القطبين العراقيين في بغداد وكردستان هذه المرة يدعم المنهج الوزاري للحكومة الجديدة وجاء الملف الامني ليصنع حراكا فاعلا اجراه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بجولة مكوكية في بغداد ولقاءات مع قيادات سياسية بدأها مع مستشار الامن القومي قاسم الاعراجي اثمرت بتشكيل لجنة عليا بين بغداد واربيل لوضع معالجات الخروق الامنية من طهران وانقرة كما اعلن خطوة اولى قيل رسميا انها على طريق اعداد الخطط الوطنية التي كانت عنوان اللقاء الرسمي الذي جمع بين بارزاني ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بهدف التركيز على اهمية دعم الاستقرار وتأمين المناطق الحدودية بالتنسيق مع دول الجوار وما يجري من تطورات على الحدود وجهة الزيارة وبحسب احزاب كردية عززت مبدأ التعاون المشترك بين القوى السياسية لتجاوز عقبات عالقة وهو ما يعزز مبدأ الدعوة لتصفير الخلافات والاختلافات خطوات يأمل عديدون ان تنهي تراكم الخلافات فيما بين بغداد واربيل على مسائل النفط والغاز والامن كذلك والتي ذكرها المنهج الوزري سيم اتفاقية سنجار وما استجد من ملف الاحزاب الكردية المعارضة لطهران والتي اشعلت فديل التبريرات الايرانية بهجماته الاخيرة حراك سياسي يضع في دائرة التساؤلات حول مدى تحقيق بنوده واشعاراته بما ينعكس ايجابا على الشعب العراقي في المعادلة الامنية والسيادة والاقتصاد وبالتأكيد تغيير حال الخدمات والمشكلات المتفاقمة بفعل ازمات متصاعدة ومركبة